ثورة الحادي عشر من فبراير 2011 حرثت في أرض خصبة وبدرت وأنبتت وأثمر زرعها لكن ريحا عتية هبت من جهة الشمال فاقتلعت مقتلعت من زرع الثورة في تجل سيء لتأثير التدخل الخارجي الذي تسلم إدارة الثورة والتغيير وسط حجد من حسن نوايا اليمنين وتسليمهم بأن المستقبل يعيدهم بالكثير من الدعم الأخوي النبي له قبل 2011 كان الانسداد السياسي عنوانا يؤشر إلى مرحلة صعبة تنتظر اليمن على وقع أزمة سياسية أخذت أبعادا دستورية وضاربت في العمق اقتصاد البلاد الهش وحملت الدولة اليمنية إلى مشارف الفشل في انتخابات 2006 الرئاسية كان المجتمع الإقليمي والدولي حاضرا في قلب المعمعات الانتخابية تمويلا وتغطية على فساد الممارسات السياسية لنظام صالح الذي دارت الشكوك حول فوزه بدورة الرئاسية راكمت سني سلطته لتصل إلى 33 سنة لعب الاتحاد الأوروبي حينها دور الإطفائي ردا على تهديدات المعارضة بالنزول إلى الشارع احتجاجا على تزوير الانتخابات والتهديدات المضادة من صالح باللجوء إلى شارعه الخاص ولم يعمل السفراء الأوروبيون في صنعاء سوى على تأجيل الربيع بضعة سنوات في بلد متعطش للتغيير مثل اليمن بعد أن تمكن من الإفلات من استحقاقات التعديل السوري عام 2009 والذي اقتضى إدخال مادة مؤقتة تنص على تمديد فترة البرلمان عام كاملين قرر علي عبدالله صالح إجراء انتخابات برلمانية في 2010 من طرف واحد مستغلاً انشغال العالم بطردين مفخخين مصدرهما اليمن وكان في طريقهما لضرب أهداف في أمريكا لكن لم يكتب لمحاولته النجاح حصل صالح على تغطية مرحلية لفساد سلطته حتى مستهل عام 2011 عندما ضربت موجة الربيع العربي في قلب تعز وصنعاء لترتد عنفواناً على كل البلاد لم يكن بوسع صالح إيقافه إلى الأبد فقد تلقف الشباب فرصة الربيع لإنجاز التغيير الذي انتظروه طويلة قررت الرياض على رأس المجموعة الخليجية التحرك بسرعة لإحتواء ربيع اليمن ووسيلتها إلى ذلك وساطة لم تلقى رفضاً من أي طرف يمني خصوصاً بعد أن تعززت بإسناد أمريكي عبرت عنه التحركات المكثفة لسافير واشنطن في صنعاء نداك جيرال فيرستاين ومجموعة من السفراء الغربيين الآخرين كان إصرار الثوار في الساحات مضاف إليه نجاح النماذج الأخرى للربيع في أكثر العواصم العربية ثقلاً وتأثيراً مثل القاهرة عاملين أساسيين في الإجماع حول تحقيق هدف الثورة المتمثل في خروج صالح من السلطة لكن هدف احتواء الربيع ظل حاضراً في صلب المبادرات لكن هدف احتواء الربيع ظل حاضراً في صلب المبادرات التي صيغت من أجل تأمين مخرج سياسي سلمي لثورة الحادث عشر من فبراير ممثلة في اتفاق المبادر الخليجية وآليته التنفيذية التي صيغت بواسطة الأمم المتحدة وبتأثير كبير من السفراء الغربيين على وجه الخصوص وتخفى هدف كهذا أيضاً في الرعاية المبالغة فيها لمؤتمر الحوار الوطني الذي تبين فيما بعد أنه كان غطاء لترتيب آخر دفع بفصيل جهوي وطائفي مسلح ممثلاً في ميليشيا الحوثي للقيام بقلب الطاولة على رؤوس الجميع مغامرة ذلك الفصيل المدعوم من كل العالم انتهت بشكل درماتيكي عند لحظة سقوط صنعاء عندما حضرت إيران محمولة على أكتاف الميليشيا لتتكشف جميع الأقنعة وليأخذ بعدها التدخل سيء النوايا في ربيع اليمن شكله العسكري المباشر الذي أغرق الجميع في مستنقع لن يجف إلا برد الاعتبار للدولة اليمنية الموحدة وربيعها وطموحات شعبها في الخروج من دائرة العنف وبلوغ مرحلة الاستهار والحرية والديمقراطية